اختصاصية التغذية واليوم موضوع كتير مهم في كتار من الأشخاص بيكون عندهم ردة فعل سلبية ومسبقة على أنواع من المأكلات بيخافوا من هالتجربة بيخافوا من الطعام بيحبوها أو ما بيحبوها خاصة الولاد لأن هالشي بناتيني قال على اتصالين طلقينيهم الخميس الماضي بالحلقة عن أمهات ولادهم ما بيحبوا ياخدوا غير الحليب جربولهم اللحمة الأنواع المأكلات الخضرة ما تقبلوا يمكن عندهم خوف من التجربة أول شي صباح الخير صباح الخير لأي لكم لكل المشاهدين كمين تاكس على حلقة الباكتو سكول الخميس الماضي لأن كتير لقيت استحسان عند كتار من الأمهات حسب ما وردنا وكتير تفاعلوا مع الفكرة وأوقات كيف ممكن هيك نرغب الولد بأنه يتناول ترويقته بشكل صحي وبنفس الوقت تعطيه هذه الطاقة والنشاط لا يقدر يكفي صحيح يعني أجيت الحلقة بوقتها كانوا بعضهم الولاد رجعين على المدارس وفاتوا على المدارس وأكيد هلأ الحلقة كمينة اليوم رح تجي بوقتها لأنه كتار من الأشخاص من الأمهات بعانوا منها المشكلة مع أولادهم الصغار يعني معود الولد أول ما يخلق بحط حيالة شي بتمه وتأسير عمره سنتين ببلش يوقف ما بيتقبل حيالة نوع من الأكل بيعلي أوقات على أنواع أكل معينة وبيرفض أبوه الغير أنواع يعني من جاري بنعطي خضرة فويكة لحمة بيرفضها كليا هلأ شو هو هالعارض إذا بدك هو من ساميه فود نيوفوبيا مثل فوبيا خوف أنه ندخل أنواع أكل جديدة على حياتنا على نظامنا الغذائي وهيدا شي منه يعني ما لازم كتير يخافوا الأهل من هيدا الشغلة لأنه عاملوا دراسة كتير كبيرة بجامعة بلندن أخذوا فيها عينة 5800 ولد صغير عمرهم كان بين السنتين وال 11 سنة ولاحظوا أنه هالولاد ما عم بيقدروا يفوتوا أنواع أكل جديدة على نظامهم الغذائي وتبين أنه هذا الشي ويراتي كيف يعني؟ إذا منرجع بالزمان بالزمان لورا منلاحظ أنه الأشخاص من زمان كانوا يخافوا يأخذوا خضرة وفوكة لأنه بيجوا من البلانتات البلانتات كان عندها كتير من زمان نسبة أنه يكون بتسميم هون عند اكتشافة يعني أصدق ولا لأن الفكرة أنه ممكن تحمل سموم فيها لا كانت الفكرة أنه ممكن تحمل سموم فكانوا كتير الأشخاص يتجنبوا يأكلوا أوقات من البلانتات خضرة وفوكة وكتير أوقات كان فيه سموم بالحيوانات عم بحكيك من زمن كتير طويل فهذا مثل ردة فعلت تتحيمة عن أمراض معقول تجي من بره تتحيمة عن جسمك فمثل ميكانيزم أنه تعمل ديفانس لجسمك أنه ترفض تتقبر هول الأشياء وتلاحظ أنه زيت الأشياء الولاد كانوا عم بيرفضوا يتقبلوا يلي كانت الخضرة الفوكة وأنواع من اللحوم وكانوا بس لولاد يعلقوا يعني بس بيأكلوا من زيت أنواع الأكل اللي هي النشويات اللي هي comfort food إذا بدك لما تكلها بتحس حالك بال comfort zone تبعك بترتاح فيها يلي كانت البطاطا كانت الكراكرز الخبز الباستا يعني كل شي نشويات بيعلقوا عليه الولاد ويرفضوا يتقبلوا أما يدخلوا على النظام الغذائي تبعون الخضرة الفوكة واللحمة يعني عملوا وجه شبه بين الفترة الزمنية الماضية الفترة الزمنية الماضية وبين الفترة الحالية يعني الولاد عنده هيدا الإدراء أنه يقضي يحلل فتبين أنه بعد هيدا الشغلة ويراتية يعني ما لازم الأهل هالأد يعتلوا هم هالشغلة لازم بالعكس يتسمعوا للنصايح يلي راح أعطيها بهالحلقة تجربوا شوي شوي يرجعوا يعودوا أولادهم يدخلوا على الصحن تبعهم غير أنواع أكل ما كانوا عم يتقبلون يعني كيف هي الطرق اللي فينا نرغب فيها الولاد بأنه يكسروا هيدا الخوف وما يظلون هيك يعني محصورين فقط بأنواع معينة من النشويات أو بمأكولات معينة هني بيحبوها ومثل ما قلت يمكن بتشكلهم هيك نوع من الحماية لأنه خلاص نحنا هيدا البلاق بيغرينا وبيغنينا عن إشياء غير أول شغلة تبينيت بالدراسات أنه إذا بتستعمل لغة معينة مع الولد تتقدم له الأكل هذا الشيء كتير بيعطيك نتيجة إيجابية وبيكون عم بساعدك وعم بفيد الولد وعم بترغبه بالأكل في علم نفس بدأ يعني علم نفس أكيد يعني إذا بدك تعطي بروكولي إذا بدك تعطي أفوكا إذا بدك تعطي سوب بدك تستعمل كلمات معه مثلا السوب السحرية بدك تعطي القاب إذا بدك للبروكولي لا أنواع الخضرة لا كل شيء يعني خضرة فويكة بده يجمعه القاب ودايما إذا مثلا بدنا نفوت نوع جديد كتير منيح أنه تفوته مع الشيء الولد عم بيأكل منه يعني تنقول إذا ولد بس بيأكل باستا وبيأكل بيزا مرة بالجمعة رح تيخد هالولد على مطعم تنقول رح تطلب له البيزا اللي دايما بيخدها اللي هي على جبنة مع السوس طمات تبعه وبالمطعم رح تطلب منه يفوتوا على البيزا جيج فلأنه قاعدين بالمطعم الولد رح يضوء على البيزا ما عنده غير شوى الدامو وبينبسط رح يكتشف هالتعم رح يحب رح يكون دق للجيج لأول مرة الشغل الثاني اللي فينا نعملها دايما نفوت الولد بمثل فكرة كومبتيسيون يعني نفرقه لولد تاني بيعرفه تنقول ابن الجيران أنه يه ابن الجيران أكل من هيدا الأكلة وبكن رح يطول أكتر منك ورح يصير أقوى منك رح يصير شاطر أكتر منك رح يسبقك بالمدرسة يعني هول مظبوط ما مفروض يفكر الولد بهالطريقة يكون دايما عم بفكر كومبتوشن مع غير ولاد بس هيدا طريقة يمكن رح ترجع تخلي الولد يفكر مرتين يتطلع بالسحن ويجرب يدوء إذا كان عم بيرفض يدوء كل الوقت شغلة الثالثة دايما لازم نستعمل الكاركترز اللي منشوفهم تنقول بالرسوم المتحركة يعني كلنا منعرف أنه بابا يلقوه طبعه بتجامل الإسبانيغ هذا مف منا حقيقة لأنه مثل ما فسرت قبل بمرة الإسبانيغ فيه زيت كمية الحديد الموجودة بغير أنواع خضرة لونة أخضر مثل الإسبانيغ وكانت غلطة صارت هنا وعم بيعملوا الحسابات فمشان هيك طلعت الخبرية أنه إسبانيغ فيه كتير حديد ومستعملوه تايصير عنده نقوة بس فينا ناخد باباي أنه باباي قد ما بيأكل إسبانيغ بيأكل أوي فينا ناخد كاركترز منشوفهم مثلا هنا منتعنا بتأكل كتير موز مشان هيك هي حلوة هي كذا فهول إشاة كمان رح يرغبوا لوليد رح يساعدوهن على أنه يقبلوا هالأشياء يمكن هيدا النظرية عم بيطبقوها شركات الأعلان مش بس بلبنان يعني عالميا أذا بطلع زي كل شي خاصه بالولاد دايما في نوع من الكاركتر عم بيأسر أو هو عم بيلعب الدور لا يرغب فيه أعلان ما رح أقول اسمه لأمانة دعاية لحليب أعلان كتير زكي بشوفه على تليفزيون ولا ولد صغير بكون عم بيخبر عن التحدي وشو بدي يعمل شو بدي يعمل وكيد بدي ينجح وكذا وكذا كله بفضل هيدا الحليب مزبوط فهولي قصص يعني بيمشوا بالنهاية يعني أوقات الأهل بقولوا عم نجرب نتعم ابننا عم نقل له يكل معا بيكل خلاص لا التكرار لازم دايما نجرب 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 لأنه الدراسات بيانت أنه لما ترجع تجبر ابنك وتقل له تضلك ضلك عم بتجرب لفترة أسبوع أسبوعين حتى شهر لأخير شي رح يقبل الولاد بس طبعا مش تحت الضغط النفسي مش ضغط نفسي بس بدنا نضلنا نجرب بدنا نضلنا عم نعمل إفار يعني مش نجا نقول ابننا ما بيكل شي ونحنا نكون جربنا مرتين أو مرتين مرات ووقفنا لا في كذا أسلوب بدنا نجرب نستعملون ونطبقون شغلة رابعة كتير مهم أنه نفسر للولاد شو هن الفوائد طبعا الأكل اللي عم بيكلوا هلا أكيد ما بدنا نجا نفسر بطريقة كتير علمية مثل ما أخصائية تغذية بتكون عم بتفسر عن شي مع كتير تفاصيل بس على القليلة نكون عم نعطيه مثلا جذر نفسر له ليش منيح للنظر تنقول ليش منيح أنه يكل لحمة أما بخطيين للعدل تبعه كيف العدل بيشتغل كيف بكرة لما يكون عنده عدل بيكون أقوى بالرياضة يعني كتير مهم أنه نفسر للولاد كله للأشعة يعني يصير عنده مثل كونسابت أما عنده خبرية صغيرة يقدر يخبرها لأصحابه مثلا أنا أكلت هالشغلة لأنه هالشغلة نيحة بهذه الشغلة التانية بيرجع عنا شغلة خامسة أنه فينا نستعمل شغلة كتير مهدومة مثلا قبل ما تاكل طبق معين بتقل له لأبنك أما لبنتك هذا الطبق إذا أكلته رح تطولي مثلا فينا ناخد الولاد نعمل حال نعم نشوف قدي طوله بعد ما يخلص الأكل مثلا على فترة أسبوع إذا أكل هو لأنواع الأطباء نرجع ناخد طوله نقل له أنه عن جادة طولة ساعدتك أنه تطول أنه تنمى بطريقة أحسن شغلة كمينا فينا نشتغل على أما منهنيون بشي يعني فينا نجيب مثل كل نهار بنهار ومسلا كل شغلة زيادة أكلها الولاد إن كان خضرة أما فويكة أما نوع أكل ما كان يكلوا بيطلع له ستكرز على هذا النهار بعد فترة أسبوع منعد كم ستكرز طلع له خمسة عشر ستكر مثلا منقل له رح ناخدك مشوار على هذا المحال اللي الولد بحبه تعني نرجع نشتري غير ستكرز تعي طلع لك شغلة تانية بالمقابل لأنه أنت عملت هالمجهود ونجحت فيه شغلة سيبعة فينا كمان نستعمل نحنا دايما نقول للولد كول 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 فيك تجيه مثلا تكون الولد قاعد على طولة الأكل أنت عم تحضر له صحنه بتحضر صحنك قدامه بتقوله ممنوع تضق بصحنه لأنه قلت له هيك كتير أوقات الولد أنت وباني مدهرك عم تحضره صحنه بيصير عنده هيدا الرغبة رح يصير عنده الرغبة تب ليه ما بده تضق بصحن أمي أما باية فبتصير ياخد من الصحن ويبليش يكل بلا ما أنت تكون عم بتشوف السيدة مقصودة بتكون حتى نرغبه يكل حتى نرغبه يكل نرغبه يدوء أشياء شغلة كمانة كتير مهمة وكتير بتنفع أنه في نهار منكون قاعدين بالبيت مع أولادنا فينا نطلع من الخزانة البهارات اللي منستعملها عادة للأكل يعني القرفة الأوريغانو كل البهارات اللي بتستعمل أكيد مش أشياء بتحرحر الولد كتير وفينا نبليش نفسر للولد أنه هيدا قرفة منستعملها لهيدا للغاية مثلا الأوريغانو من رشة فوق البيتزا على الجبنة هيدا منستعملها لهي فينا ندوقو إيهون بعدين فينا نغمض له عيونه نعمل له مثل اللعبة نصير ندوقو إيهون والليزيم يحذر أيها أيها كانت أيها تعمة هيدا الشغلة كتير أساسية ليش؟ لأنه بكرة الولد لما تجيب له طبق تكون ريشش عليه هيدا الشي دغري رح يشم الريحة رح يتذكر أنه يهو دق هيدا نوع الأعشاب أما البهارات فرح يكون عنده مثل مع هيدا الأكل رح يكون عنده جرأة أكبر أنه يدوقها ويجربها يعني بفهم منك نيكول أنه علم النفس بيقول أنه الولد لازم يقعد مع أمو بالمطبخ أثناء تحضير المحولات أكيد هذا الشغلة حتى الدراسات بيانتها خاصة الأطفال اللي ما عنه الرغبة على الأكل الشغلة كتير مهمة تترغب الولد يدوق نوع أكل جديد أنه يساعدك بتحضير هالنوع الأكل يعني أكيد معقول أنه ولد ثلاث سنين رح يمسك سكين ويقعد يقص فيه لا بس فيه يمسك الملعقة يحريك شوي يعني يكون هو يشتغل شوي تيصير عنده رغبة دراسات بيانت أنه 70% من حالات الولاد اللي بيقضوا بالمطبخ بيحضروا شغلة مع أمو بدقوها بعدين نعم منتابع بالنقاط نيكول هلا كمان شغلة كتير مهمة أنه كمانا منغمد عيون الولد ومندوقوا ألوان مختلفة يعني مثلا منقلوا عننا كذا لون منحطوا له تفاحة حمرة تفاحة خضرة عنب أبيض عنب أحمر يعني ألوان مختلفة جبنة بيضة جبنة صفرة منحطهم قدامنا على التولي بيشوفهم بعدين منغمد له عيونه بفوتة ومنصير ندوقه هلا أكيد أنت ما رح تستطعم الفرق بين تفاحة الحمرة والصفرة بس رح تستطعم الفرق بين الخضرة اللي هو بتكون حامدة أكتر والحمراء والصفرة اللي بيكونوا حلوين أكتر فهولة أشياء صغيرة ألعاب بس بالنهاية بتكون عم بتخلي دوقن كتير أوقات بتلاحظ أن الولاد بيقولوا لا ما بيكونوا بعد دقونه يعني الأكل وبدلهم يقولوا لا وبيصير فيه عناد بالأخير بس ما بيكونوا بعد دقوه فهون بنكون عم ندوق الولاد أنمع مختلفة من الخضرة من الفوكة بطريقة ذاكية نحنا وعم نعمل لهم لعبة وفينا حتى بعدنا يعني إذا كنا عم نعمل زيت اللعبة نقول للولد كمان يجع يغمر لنا عيولنا نقلنا للأم أما للبي ويرجع يصير يحذرهم طي يحس بالموسيقى أنه مش بس أنه أنا طي يحس أنه كمان أمه عم جاري بتتحذر الفرق بين التفاحة الحملة والخضرة طي ينبسط باللعبة طي ينبسط باللعبة ويأجوية أجوية كمان شغلة عشرة دراسات بيّنت أنه كانت مفيدة أكيد ما راح أنصح الأمهات يعني يعملوها كل يوم مع أولادهم بس فيها تقطع مرة بالشهر أما مرة بالجماعتين الولاد لما يكونوا عم بيتحمموا يعني كذا مرة يمكن إذا عندهم كذا ولد راح يحطوهم بزيت المختص يعبوا المختص ماي يكونوا أكيد موجودين الأهل لأنه كتير من خاف أنه الولد يبلع ماي يتجردق إلى آخرية بيوجود الأهل هنا وبالمختص عم بيلعبوا بالأشياء الجنفلاب اللي محتوطة بالمختص فينا نجرب انتعميون لأنه بيكونوا ديجا قاعدين بأنفيرونمون مبسوطين فيه فينا نجرب انتعميون إشياء ندوقون إشياء أول مرة بيكونوا عم بدقوها بيكونوا رفضين يدقوها قبل كمانا دراسات بيانيت أنه في برسنتاج أكبر بكتير أنه يتقبلوا هالأشياء هنه وبالمختص من هيك كمان مصانع الألعاب بيعمدوا إلى ألعاب أشكال الفواكه وأنا بعرف يعني من خلال شارلوت أفراز أنه في بلن صارت تحب الفراز خصوصي بس لأنه شارلوت أفراز هو الديزاين طبعا حبة الفراز والشابو والفسطان والساكل اللي حملته فيمكن أكيد كمان هون يعني بيلعبوا دور كتير كبير الألوان والأشكال طبعا السخون طبعا الشوكة السكين يكون عليها رسمة معين يعني كل هول الأشياء أكيد عندهم دور كتير كبير يعني بالنهاية الولد كل شي ملون رح يحبه أكتر نيكول مفتوم شكرا لك اليوم يعطيك ألف عافية نحنا رح نتوقف مع فقرة برج اليوم والزميلة سحر لنعرف كل التوقعات الفلكية صفات مولود اليوم 29 أيلول واسم بتخبرنا عنه سحر وبرج اليوم اشتركوا في القناة